فندق بغرف مفروشة وتجهيزة حديثة يضع رهن إشارة الأطباء والعملين في القطاع الصحي بيتمارة مبادرة إنسانية هدفها تمكين الأطقم الطبية من فضاءات للراحة والنوم بعيدا عن عائلاتهم في ظل الحجر الصحي بسبب كورونا المبادرة أطلقتها جمعية الأعمال الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب اليوم كتشوفوا المركز الاجتماعي أحمد خليدي متوجد في مدينة تمارة يضع تحت إشارة السلطات هذا الفندق المتكون من 24 غرفة وكذلك الحافلة كما ترون كذلك فهي تحت إشارة السلطات وطبعا بإمكانياتنا المتواضعة أرتعينا على أن نمد كل الأطقم الصحية بهذه المعدات من أجل المساهمة وتخفيف العب على الأطقم الصحية العملية شملت كذلك تمكين الأطباء والممرضين ومختلف العاملين في القطاع من معدات طبية تساعدهم على مواجهة فيروس كورونا في ظروف جيدة عملية حركتها الغيرة الوطنية والحس التضامني الوطن اليوم ينادي أبنائه ينادي كل المغاربة بالتحلي بروح المسؤولية ندائي لكل المغاربة هو أن يحدو حدوى المبادرة أو تلك المبادرات التي قامت بها الدولة المغربية ندائي لكل المغاربة أيضا هو أن يلزموا بيوتهم وأن يلتزموا بكل الإجراءات التي نادت بها السلطات الالتفاتة هذه تعكس الجانب المضيئة للظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا والعالم ظرفية عززت قيم التضامن والإخاء بين مختلف أطياف الشعب المغربي أفرادا كانوا أو مؤسسات